مرحباً دكتور محباً، إزاك يا سالي، أبارك إيه؟ الحمد لله والله إيه رأيك بقى في قصة النهاردة؟ عندك؟ عندك كتير منصوب عليهم؟ آه طبعاً كتير جد طب هو الست ما في التبقى أصيلة ولا تعمل إيه؟ لا، هو أصيلة محد نصاب اللي دخل الأصل في القصة طب بس ده جوزي، ده أبو بنتي هو بص طبعاً النهاردة عايزين نسمي الحلقة دي حلقة الاختيارات الغلط والتنازلات في المكان الغلط ده كل حاجة غلط اللي اتنمه اتشمها كله غلط يعني انا دلوقتي بنشوف أسمائها النهاردة عندها 26 سنة يعني أكيد هي بتتجوز هي كانت لسه صغيرة في السن تمام؟ إزاي أصلاً أن احنا لما حد دي يرتبط ببنتنا إزاي ما نسألش عليه؟ بسعر إزاي بعد شوية أكتشف أن حد كان داخل يقولك أن أنا مثلاً مهندس واكتشف بعد فترة معينة أنه هو سواء بس هو قال أنه مرتاح يعني هو قصده وقال أنه مش مرتاح ما هو مش قصة مرتاح واحد قال لها في الأول أنا عندي معرفش فيلا في المقطة معرفش عندي إيه وإيه وإيه ده قصدي باباها قال إنه هو مش مرتاح ما هو باباها في الأول إنه هو مش مرتاح واحنا بنسأل إزاي على العريس؟ حاجات كتير جداً طبعا بنعمل إيه بقى؟ يعني مثلاً بنسأل على المكان اللي هو تربى فيه أو عايش فيه أو أهلوا عايشين فيه تمام ممكن الناس اللي في المكان مثلاً أو المسؤولة عن العمارة أو كده يبقى عايزي رظيفة مش قصة المسؤولة عن العمارة قصة إن أنا لو عايز أوصل لمعلومة أوصل لمعلومة أسأل عليه فين تاني يعني ماشي مكان سكنه ممكن أسأل عليه بإسمه وبطاقة وأشوف هل هو عليه أحكام طبعاً عليه أحكام ولا مش عليه أحكام ما دي على فكرة دي برضو كرسة من الكوارس ما يكتشفت في النهاية إنه هو نصاب وخدع ناس كتير وعليه أحكام صح ولا مصطح البنت هو واضح إنه هو عمل لها عادات وتقاليد ممكن يشوفه إنك تسأل بالبطاقة دي عيب أو فيه ناس بتتلكك لما يكون متقدم هو أنا مش لازم أقوله إن أنا هسأل بالبطاقة بس من حق لا فيه ناس لما بيكون متقدم لي ويعرف إن إحنا سألنا عليه يعمل مشكلة بتسأله علي بصلاً أنا أقول لك الشخص الواضح الصريح مايفرقش معا حاجة زي كده يعني أنا ما زعلش لحد كان جي سأل علي يعني لو كان جوزي قبل ما يتجوزوا نوعي جي سأل علي أو يسأل في الشغل أو أو لا خالص طبعا ضربه نصهم وفتأهل شو حد يقول كلمة حيلو يعني حاجات أنا زي كده بعمل كده زي تحريات صغيرة بشوف الإنسان اللي متقدم لي ده ظروفه إيه نظامه إيه في شغله عامل إيه بيشتغل فين أهله عاملين إيه معاه هل هو ناصب على ناس ولا مش ناصب طب ما شوف مؤهله واحد دخل علي بقول أنا مهندس طب ما أهل حاجة أشوف بطاقته مكتوف فيها إيه أشوف هو فعلا خارج هندسة ولا مش خارج هندسة ده في الآخر اكتشفت أنه هو حد مالوش أصلا علاقة بالهندسة وأنه هو ناصب على ناس كتير وأنه هو أصلا يعني بس إزاي حد بمؤهلات متوسطة يضحك على واحدة ما في الناس 26 سنة معها فلوس كويسة وبتحوش تجي بعربية دي واحدة دماغها شغالة وهي شغالة أو إزاي؟ بالكلام بالحني أي الستات بتيجي بالكلام الست بتحب من ودنها يعني ممكن لي يقول لي كلمتين يتحك عليها؟ آه يقعد يقول لها أنا يعني هي بص هو عارف كأنها مقترعا أن باباها ما كانش موافق تمام؟ هو واضح أن هو عمل لها غسيل مخ بالكلام آآ أنا بحبك أنا عايز أعملك كل حاجة في الدنيا ده ممكن يخلي واحدة تعدي أهلها؟ آآ طبعا لأنها حبيته يعني هو لو قال لي كلمتين حلوين أقول لأنها أتحدى العلم كله وأنا وياك هي اكتشفت بعد فترة إيه يا سالي؟ أنه هو نصاب طبع يعني النصاب ده يعني بيقعد مع الناس كده يوهمهم بحاجات والحاجات دي مش موجودة لدرجة أن هو ياخد منهم الحاجة اللي هو عايز النصاب ده حلو الكلام آآ جدا هو بقى دخل عليها بالكلام وهعملك وهكون سند ليكي وهكون واقف في ظهرك وأنا وأنا وعندي طموحات وأوه هو في رجالة بتضحك عليها بالكلام برضو؟ في رجالة بتضحك عليها بالكلام طبعا طب الراجل مش بيحب بويدنه صحب يحب بمعنية زي ما بيقوله؟ لا بس الراجل برضو بتأثر بالكلام طبعا هو بني آدم في النهاية يعني الكلام الحلو يجيبه؟ الكلام الحلو يجيبه؟ الحنية يجيبه آآ يعني ايه ده زي الستات برضو؟ بالزبط يعني بس ممكن تكون الستات درجة أكبر شوية آآ يعني الستات لو أنت بتتخانق في وسط الخناقة وجيت قلت لها على فكرة بس أنت خاصة النهار ده قوي هتسيب الخناقة معقولة وتنتبه للكلمة الحلوة اللي أنت قلت أيوة ده بجد صح؟ بس دايما زي ما قلت لك كده لما فيه حد بيدخل هو واهم وعمل واهم كبير جدا على فكرة هو فيه حاجة مشكلة خطيرة هي فعلا الناس دي ما سألتش عن الشخص ده هو فين الفيلا والأرض؟ ما فين الحاجات دي؟ يعني ما هو يقالي هو عنده فيلا هل أنا مش هيخدني فضولي حتى أنا راح أشوف المكان اللي هاسكم فيه؟ ده طبيعي الفيلا اللي هعط فيها؟ ده طبيعي وغير كده كمان واضح أنه يتجاوز بسرعة واضح أنه كان بيعجل بالجواز بسرعة ليه؟ عشان يمارس مسلسل النصب عليها ده يتكشف؟ طبعا عمال يقنحها وهو كان عارف أن باباها مش راضي فعمالها يدوس معها الناحية التانية وهنعمل مستقبلنا وهنعمل حياتنا فطول النهار تسمع منه كلام وشايفان هو بقى شخص وفيه ناس على فكرة بتعتمد في النصب على المظهر طبعا ما بيقوله شكله من ناس آه يعني تشوفي كده شكله من ناس بيلبس كويس وحاجات كتير كويسة لدرجة أنها مكادش متخيلة أن الشخص ده ينصب عليه